يعني بيقدم مستوراعة جدا بسرحة يا سيد الله النقطة الثالثة محمد هاني أنا في محمد هاني نقطة كبيرة وإحنا مش أقول لإيه اللي حصل يعني دايما أنا بقول محمد هاني لعب كويس جدا عنده ممكنات كويس عنده مشاكل دفاعية وتغطية دايما أقول محمد هاني واحد على واحد طول عمري كنت بعض أقول على كده هي دي مشكلته في الباك يعني يعني دايما الباك رايت أو الباك ليفت لازم يبقى عنده قوة وعنده توقع كويس أوي وما يترقص بسهولة محمد هاني عنده المشكلة دي عنده مشكلة دي من زمان فدية حاجة صعبة جدا وللأسف للأسف للأسف هو مشكلة محمد هاني إنه ساعات بيورينا إنه ما عندهش المشكلة دي يعني لو بيقى مركز أوي لو تفتكر في مبارات كبيرة وصعبة جدا محمد هاني ما حدش يعدي منه بس لازم يبقى مركز أوي مش مركز أوي لا بيتعدى منه زمان كريم هي المشكلة توقيته لو تيجي تبص محمد هاني جي فتر من فترات لما كان الاسمه دوت بتاعت زملك المغربي دوت أشرب بنشارق بنشارق أعيز أقول لك الحاجة هو من فترات لما كان بنشارق بيلعب كان الجمهور النادي الأهل ازعلان منه الناس كلها كانت شايفة ليه لأن كان بيروح عليه واحد على واحد فهو كان ما يقدرش عشان كده كنت بعض أقول محمد هاني واحد على واحد دايما بيترقص ما ينفعش بكريت دايما يخش برجليل عكسية يعني طبعا عادل بكريت هو اللي يقول لنا اللي يقول لنا الحتة دي بتاعت لا دايما دي حتة تدريب حتة التمرين لو أنا عندي نواقص في حتة معينة زي ما كان بيعمل معي أنا شخص شخصي مستر فيدالجو يمكن حسن كان الراجل ده دايما كان بيشتغل على أنا عندي عيب معين أو عندي خطأ معين في التمركز عندي خطأ في حتة واحد على واحد وهداخل علي وضع جسمي بيعمل ازاي بيوجهه لبرة ازاي فدي حتة ممكن تبقى ناقصة عند محمد هاني فمهم ان هو يشتغل عليها يعني مهم ان هو يشتغل عليها واللي كان فارق مع هاني بشكل كبير جدا وكانت الناس كلها بتتكلم عليها وحتة الاستمرار ايه ان انت دايما وانت لو هاني مش لعب مهم في منتخب مصر مش لعب في النادي الاهلي هو مش هيتعرض لانتقادات كبيرة فأعتقد يعني بحجم بحجم المكانة اللي انت تلعب فيها فأكيد هتتعرض لانتقادات لكن مهم جدا على حتة التمرجز حتة الواحد على واحد يطور من نفسه بشكل كبير يتمرن عليها بشكل كويس يحط في نفسه في مواقف في التمرين ان هو يطور من نفسه في الحتة دي اعتقد ان كل ده هو هيبدل يتعلم والحد عايس عليك على حد بعينه بعينه يعني اكرم توفيق حاس انه اكرم توفيق عنده هو مشاكل فنية عنده مشكلة مع مارس الكولار مارس الكولار عنده مشكلة معاه احنا بارح اكرم توفيق يبدأ بالكريم من ندفد وبعدك اي نزل رامل ربيعة وبعدك اي نزل اكرم توفيق اصلا اطراريا لما احتاجه عشان فيه اصابة بس واضح انه الراجل لا بيعتمد على الاكرم على يمين ولا بيعتمد عليه في وسط الملعب ايه المشكلة انا دايما لما بشوف مدرب لما بشوف مدرب بيغير في اللاعب كذا مركز فكده بيوصلني رسالة ان الراجل مش مقتنع باللعب ده لانه شوية حطوه دفندر شوية تحطو باكريت فانت مش محدد له هوية فاعتقد حتى غمان لما اكرم لعب مباراة شباب بلوزداد دفندر من يعني كنت اسوأ فترات اكرم اللي كنت اشوفه فيها ان معي انا اكرم ان احنا لما كنا بنتكلم انه لما برجع من الاصابة بيبقى في الحالة الجيدة بيبقى مش باين على انه هو بقاله كتير مش محتاج وقت ياخد فرموت مباريات اعتقد ان حالة الاهتزاز دي هي باينة من الراجل ان الراجل دايما انا لما بشوف حتى المباراة الاخيرة شباب بلوزداد راجل لعب من دفندر فانت النهاردة انا موجود فبتلعب كريم نيدفيد اللي هو بقاله كتير اللي هو بقاله انه هو بقاله فترة ما ملعبش طبيعي ان انا كنت اقول ان انا لابدأ فاعتقد ان حتة دا مسبب اهتزاز في التركيز حتى الاكرم انا مش عارف انا بلعب باكريت ولا بلعب دفندر حتى حتة مهمة جدا في مباراة كبيرة او كل مباراة افريقيا مباراة كبيرة حتى لو بتلعب فرق صغير بيبقى الضغط عليها كبير ممكن تلعب فرق ما عندهاش تاكتك حتى ان انت فرق ما لاش معالم فتسبب لك مشاكل فاعتقد ان اللي مخلي اكرم في الحتة دي مش عايز اقول اللي تسكف اكرم انه هو الراجل يديله بس الراجل مش محدد له هوايا في الملع صحيح